أربعة عقود قضاها عبدالوهاب الغنيم في جمع خمسمائة قطعة متنوعة بين تحف ومقتنيات من دول مختلفة وأيضا مقتنيات خاصة بالعائلة المالكة ليبدأ الغنيم أخيرا في عرض هذه المقتنيات في متحفه الخاص بالدمام والذي يعرف بمتحف الفلوة والجوهر للتراث المتحف مقسم إلى قسمين أحدهما لسيارات الكلاسيكية القديمة والآخة لمقتنيات وقطع نادرة من حول العالم الفلوة كلاسيك أو الفلوة اللي يعني بالسيارات السيارات الموجودة عندنا تقريبا من 1897 أو 1900 إلى 1997 الجزء الآخر الجوهر للتراث وهو يتعلق في التراث والأنتيك المتحف فيه أيضا قسم خاص بالأسلحة والذي تعرض فيه مجموعة كبيرة من المسدسات والمدافع البنادق بتواريخ متسلسلة وللجوانب الفنية نصيب في هذا المتحف إذ يضم أجهزة تشغيل موسيقى والذي لا يزال يعمل عشرات من أجهزة الراديو القديمة والآنات الموسيقية وتسجيلات الفنانين مشهورين تم فتح المتحف أنه لما وصل لحجم هذا من الكبر صار من حق المجتمع وليس من حق الشخصي جمع تلك المقتنيات شكل محاولة من جانب الغنيم للحفاظ على التراث السعودية موسيقى موسيقى